رودريك عقل أهلا وسهلا فيك والله فارث قوي منحافظ على نورمز معينة ما منحب نوط عنهم لو شو ما كان التمن وقت تلعب ضدرالف أهلك مع مين انت حيك مع أمي مش حيك معي من الصبحية وقاعد معها فترة طويلة مش مهم الكترة مهم الكواليتي بمحل انه نعلم صح ونطلع لعيبة منه موجود بالحكمة كان موجود بالحكمة ممكن ما رح يكون بالحكمة حدا حكاك شو كان ناقص الحكمة ليربح لقب طف كوشن في باسعة هيدا لا ما فيك باس بك تحرجني كتير يعني ما انبسطت بهيد السنة بالأنا ليه ما بحب لوم حدا أبدا هر صحيح وين بتروح ربكة في بطولة وبحب أحكي بالعاطل عن حدا انه حدا كتير كان رفيق لقلبي كتير مطارح ومهضوم بس انه we do not align بالأتكس رودريك عقل أهلا وسهلا فيك رودريك لاعب باسكتبول تاريخ كتير كبير مع أبرز الفرق وصاحب أكاديمية براينرز بالبودكاست اليوم أنا كتير مبسوط كون أنا وياك فارس شكرا لك بشرف نكون معك عم بحضرك دائما وكتبول نكون موجودين وردي لشو ما محضر لنا اليوم شو الأخبار كله منا كله تمام يعني خلصت السيزن حلو واحد ايك شوية يخد برايك يرتاح بس أنا بعرف آل عقل ما في برايك يعني السمال على يكون على مدار السنة كان منخلص كان ريبكا أو رالف أو أنت ضغري البرينرز أخذك كل وقت رح نحكي عنا مطولا لهالأكاديمية كمان اللي خليني أقول أنا بسرعة البرق صاريت عالسين كل الأشخاص الحمد لله أي أكيد بعد السيزن بصير وقت أكتر لألنا منقطر نعطي وقت للأكاديمي البرينرز وبنفس الوقت برسنلي للتمرين طبعنا الاندفجول سو أمانجين بين الاثنين هلأ رح نحكي أكتر بس خلينا نبلي شاك بدايات رودريك يعني كنت تلميز بمدرسة الشانفيل وكلنا بنعرف الشانفيل من زمان كانت من أبرز المدارس وبعدها بيهي كرة السلة بس أنا فيه وقت كنت أنا مثلا صغير كان عن طورة شانفيل كانت هالمدارس كان بعمل ما فيه أكاديميات وقتا صح فبلشت أنت بدايتك كانت كتلميز بالشانفيل كمان كنت تلعب باسكت مع أخوالك وقرايبينك وتلعبوا يعني هيك بلش رودريك هيك بلشت يعني نحنا الجو العيلة بالبات كان شوي متجع على الباسكت مورا أخوالي مورا الكازنز اللي أكبر مني بالبنية معنا كانوا يلعبوا باسكت بالجارج وساقا بحظ كتير حلو أنه كنت بالشانفيل بتمقلت مدرسة كتير بتهتم بالباسكت وبالفترة اللي أنا كنت فيها على عمر صغير يعني على 8 سنين كمان بلشوا كتير يهتموا زيادة بالباسكت يعملوا فرق بتذكر كنا بالكور بالريكرياسيون يعني مرق فؤدب وشقرة وعمل بالكور المدرسة يمين بيعرف يعمل ليأب يمين شمال بتذكر وقت دغري شافنا قال زيحة جنب وهيك بلشت إذا بدك يعني فيه فرق بين أنه أنت تلعب تحت البيت وتتسلى وتنبسط وممكن تكون تالنتد صح وبين أنه يجيك كمان وحظ أنه محل عم بيهتموا بالموضوع ويوسعوا لك الآفاق الحلم تبعك سوأنا بعتبر حالي هذا سوبر محظوز والطريق انرسمت بطريقة كتير حلوة أنه تقدر تخدني وخليني وكون العيبة ما أنه هايين في هذا بوشقر عنده يعني أنا بحبه قد الدنيا بس عنده هالضغري بيتطلع بيعرف الواحد صح فوقت بدي يشوفك بالكور أو يشوف غيرك ضغري رح يعرف أنه هذا مميز يعني مزبوط مزبوط مع أنه أنت كنت الأول بصفك يعني رايح لدرس أكتر لفوتشر أكتر أنه ما تكون لعيب باسكتبول صح ممكن الباسكت كانت باشن لقلي والأمور صارت بلا ما كتير فكر فيهم يعني أيام أنت بتاخد ديسجنز بالحياة ما بتكون كتير حسيب لهم حساب وبتلاقيهم هني عم بودوك على الطريق يلي مؤدرة لقلك ومش مع أنه كنت بالدرس شاطر أنا بلاقيهم أنه بيمشوا مع بعض وثروو إكسبرينس كمان من حالي من أخواتي من العالم اللي بعرفهم ومن الأكاديمي كمان منلاحظ أنه الأشخاص اللي هني ملتزمين بالباسكت وديسيبلنت وبيستوعبوا وكمتد وبيحطوا أفرت هني نفس الشي كمان هيدا الكاركتر تبعهم سو نفس الشي بحطوا هيدا الأفرت أكاديميكلي وبيكونوا هني كمان نشحين ومتفوقين بالدرس تبعهم قد ما هني بيقدروا يعني هني بيكونوا أشخاص هارد ووركرز إن كان بالباسكتبول ولا هني وأنا كمان يعني ترؤوت خلصت مدرسة وخلصت جامعة وبقيت نفس الشي بالأكاديميك بارت يعني كانوا علمات كتير منح تخرجت أول بالجامعة سو كانوا يمشوا مع بعض وبلاقيهم لأهلأ كمان بيكملوا بعض كلنا بنعرف بيك رجل عسكري صح جنرال عقل هيدا الديسبلين جاي من هونيك هيدا البداية الأكيد الديسبلين بدأ تجي من هونيك صح فأديش حسات الأهل عم بيشجعوك على الباسكتبول إنه شوية تدرس عجنب صار وقتبلشنا نفوت بالاحتراف وقتبلش تبين الموهبة أدي حسات بيك هوني وإمك يعني الله يطول بعمره ونساعدوك أكيد أهلي يعني البارت اللي وصلت له لهون أكيد أكبر بارت الفضل لقلهم بيدعمهم بالتعب والساكرفايس اللي هن يحطون يعني عن جد أمي وبيت شفارية تاكسي كانوا لقلنا ياخدونا من جيم لجيم يحضروا يتحمسوا لقلنا هلأ كانوا دايما كانوا دايما يقولوا لنا كان لقل لي أورالف لقوري بك إنه الباسكت إزا هابي صح الباسكت هواية الباسكت هواية بس إنه أخدتنا الطريق بمحل بطلت هواية لقلنا وشافوا إنه كانت كاريار كتير حلوة لقلنا إخر نار عم نعمل شي كتير من أن نبسط فيه وحمد الله توفقنا فيه وكملناها بالأكاديمي على عمر صغير بلشنا فيها سوخلص سرجونا كله كله باسكت داي حلو الأهل عن جدي يشوفوا حالون إزا عندن ولد فكيف إزا أهل عندن تلاتة ولاد يعني لأ فريماو عم بحكي قدي حلو وقدي بيكبر تب وقت تلعب أحدود رالف أهلك مع مين إلي أهلي مقصومين بالنص أيام بيتعاطفوا مع الفريق يلي لازم يربح أكتر يعني لنقول رالف مع فريق كونتندر وأنا مع فريق إذا فتنا فاينل إيت كتر خيرنا بتحسن أنه بمحل أنه هيدا الفريق لازم يربح بروحوا وين لازم شوية بس أنه كأنا ورالف يعني هلأ أنا صار عندي بنتان يعني كيارة وكاية تسألني السؤال وأكيد أنت عندك أولاد تعرف أنه أهل ما فيهم يفرقوا يعني صحيح متل بعضهم بالنسبة لأهل هيدا الانترفيو اليوم صارت صراحة بحكيك لأنه في شخصين بالبراينرز تواشولي راسي فعلا بدنا رودريك بدنا رودريك إتوني عمي يلا أوكي ديل لأ بدنا رودريك بليز بدنا رودريك مين الشباب فرانكو وصليبة عسلمتهم كريس وفرانكو يعني هيدا آخر سنة لأقلهم معنا إذا قال الله راد بالبراينرز بيتخرجوا كمان هني بطلوا عندر 18 شباب بيعقدوا جميع ديسبلين حيدا رح كمان نحكي عنه هالعمر قدي صعب على لعيب باسكتبول وقت ترانزيشن رح نحكي عنه بوقتها رودريك اللي ما بيعرف أنت مرأت بسبع فرق بلبنين وسبع فرق يعني عم نحكي شانفير رياضة حكمة بعيروت بيبلوس عم بيحكي عنيبال ويمكن أكتر فترة أنت عنيبال بتحبها لا اه احبيتها كتير بس هي سنتين سنتين بس وعندك كان احتراف لفترة قصيرة بالفلبين مظبوط يعني سبع فرق منا هيني صح وأبرز الفرق بلبنين مظبوط هيك بلشت أنا بلشت شانفير فلاتني شانفير ما كنت فكر إن فل بس على قصة حسات إنه مش المحل المناسب لإلي كباسكتبول رحت بلو ستارز فلات وقت فرط الفريق جعت رحت رياضة فلات وقت طلعت لست اي اه وين يا بتاع لست اي يا كورونا يا بيفرط فريق يا بفل الرئيس بالحكبة فل الرئيس لك تعرف إنه بالرياضة بالليبنان سباشيلي بالباسكت مش دايما فيه استابلليتي وإيام بتكون فيز معينة لفريق سنتين ثلاثة أروع يكونوا كتير منح بعدين بيتغير شي بالمانجمنت أو بيصير فيه مشاكل سو نقلت أنا ما كتير بحب غير بالفرق وبالمحل بكون مبسوط فيه بحب طول فيه أكتر يعني ما كتير بحب بس كمان ما تنسى أنا عشرين سنة يعني عشرين موسم على سبع فرق أفريج سنتين ونص بالثلاثة سنين تقريبا بالفريق إلا حد ما رح نحكي عنك عن دوري رح نحكي عن وصل رح نحكي عن كل شي بس بدأ نحكي عن البرينرز اليوم أنا إذا بي لولد شو اللي بيشجعني أخده على البرينرز شو بيميز برينرز عن غيره برأيي اللي بيميز برينرز عن غيره هي طريقة الشغل يعني إحنا أول شي جروب كلنا بنشتغل مع بعض كنا أنا ورالف وريبكا تلتتنا بنفهم باسكتبول وحياتنا كلها باسكتب ونحنا مسؤولين عن كل شي إذا بدك بالأكاديمي والday to day operation طبع الأكاديمي قد تويت أنه على كل الفئات العمرية بنمشي على كوريكلم معينة على تمرينات كوت جورج جعجع يلي معروف كمان هو technical director سو كل تمرينات الأكاديمي بيمرقوا على كوتش جورج ويسابورت وبيصلح شو لازم نمرن على هيدا العمر بيتمرن تحت 8 سنين شو لازم نحنا نمرن على 10 سنين شو لازم بكل الفئات نشتغل بهيدا الطريقة كمان نسخة على الأكاديمي الفئات اللي تحت 8 سنين ويجب أن تحاول كل 5-6 لعيبة معهم كوتش على الملعب يعني منحافظ على نورمز معينة ما منحب نوط عنهم لو شو ما كان التمن بمطارح منكون عم نعمل investment على الموضوع بس بيهمنا لكواليتي وبنفس الوقت بعتقد أنه أقوى بارت أنه الركروتمنت طبع الكوتشز نعطيه كتير أهمية ولأنه نحنا بالدمان عم نقدر أنه مفقين وعم نقدر يكون من أحسن الكوتشي موجودين معنا بالأكاديمي وهذا كتير مهم هذا اللي كنا عم نقوله قبل اللاعب يوصل under 16 أو 18 بده خلص يروح على فريق تاني بعد الـ under 18 يعني بس الولد يصير عمره 18 سنة it's transition ما بقى فيه فئات عمرية ما فيه under 21 it depends على لفل لعيب فيه لعيبة فيه كل شي فيه لعيبة بيقرره خلص عندك لعيبة كتير أبدايش شو بتعمل منساعده انه نلقي له أحسن محل إذا لقلو إذا منيح يلعب فيرس ديفيجن منساعده يروح على الفرس ديفيجن إذا منلاقي أنه أحسن يلعب ساكن ديفيجن منساعده يروح ساكن ديفيجن منضلنا معه يعني بتضلوا معه أوكي يعني فيه كذا إكزامبل على الموضوع فيه ستيفن فرح فيه كريس هاشم فيه كذا لعيب يعني ما بدي سمي الكل حققاتي بس هيدولي تو إكزامبل زيانو ديفرن جنريشن ستيفن فرح كان منتخب لبنان أندر ايتين بس خلص كان عنده أبورشنيتي يروح درجة أولى وقته يمكن بيروت ورئي ورئي حكمي ورئي نصحني إنه ستيفن أحسن تلعب ساكن ديفيجن هلأ وقته لعب الأنطونية سنتين هلأ عم بيعاني من إصابة من بعدها وإن شاء الله بيكون أحسن كريس هاشم سنتر مترين وخمسة هلأ عم بيلعب ساكن ديفيجن بالأندلوس فرانسواشي بساكن ديفيجن ديمتري نادر لعب فرست ديفيجن رجع معقول تعمل أيجنت من هارم لأييام كتير أيام فكرنا فيها حرم فكرت فيها كتير ما بعرف صراحة إنس هذا طبق لا أعرف إذا بعمله ولا لا أو من ضل نتعامل مع كذا أجنت ومننصح اللعيبة بلا ما يكون عنا انترست بالموضوع يعني عم فكر فيها كتير لأوين بدك توصل رودريك بالبريينرز معقول بنهار من إيام نشوف فريق بريينرز سار فرس ديفيجن لا لا هي هيدا الموضوع هيدا تبعا كون تبعا نشوف 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 بريينرز ونبدأ من الخامسة ونطلع إذا الله راد الموضوع الدرجة أولى والتانية هو كمان ريليتد للسبونسر والفينانش الطبيعي نشوف بالموضوع ووين ما منوصل وين ما وابتخدنا الطريق هنكون عم نمشي أكيد عنا هيدا وعنا الفيجن ونأمن للعيبة تبعنا إذا وصلنا تانية أولى يكون عنا أكتر من نادي عم نأمن للعيبة يلعبوا درجة تانية درجة تالت حسب اللفل ونحنا هلأ اللي بنعملو لاتسام نلاقي الفريق تبعا الأنضر سكستين اللفل بنسب ويلعب درجة تالت مننبش على أندي الدرجة تالت ونقوم منقل لهم نحن لدينا فريق ممكن تكون موضوع نحن نلعب على اسم الفئات العمرية والفريق يلعب الدرجة تالت على اسم كما نعمل مع التضامن زوء وجهل تحية يعني وعم نتعيون مع هذه السنة في خمسة لعيبة من الأكاديمي يلعب مع ونفس الشي بالفريق الثاني تالت يلعب على لدينا لدينا نحن لدينا نادي ونستطيع هل فريق الثالث نلعب هل هناك أكاديميات هل هناك أكاديميات نعم هناك ملعب تفتح أكاديميات هناك جيدة بالموضوع أنه تتحمس العالم على الباسكت على السبور أهم شي أنه الكل يعمل بضمير والكل يعطي عن جد المكسي ويعمل على التكنيكي لدينا مهم الكترة ومهم الكواليتي بمحل أنه نعلم صح ونطلع لعيبة بالدسبلن أو بالأثيكس أو بالتكنيكي بارت مثل ما لازم يكونوا اللعيبة لأنه أنا لقى لي الأكاديمي مش بس رسالة باسكت هي كمان رسالة بالحياة يعني أنت اليوم أنت بتعرف أنه الكوتش بيأثر على اللعيب بحياته حتى أكتر من الباسكت والأخصار رد اليوم بالبراينرز نخطم قدي في كم لاعب ولاعبة تقريبا يعني ساقة مباركة من يومين ثلاثة عم بشيك الصفتور مطرح يبين نحنا عنا كل شي أكتف هلأ يمكن شي ألف وسبعة عشر بس على كل اللوكيشنز نحنا هلأ ثماني اللوكيشنز بعرف أين عم بقلول أكتر من اللوكيشن يعني أنتو اليوم ألف وسبعة عشر شخص هلأ الثقة بأكتف بهيدا الشهر سو بنطلع أيام أيام من 50-900 من النهر إنو هيدا العدد بس الحلو إنو متل ما كنت عم تقلي يعني بينك وبين رالف بين ريبكا بين كوت جورج جعجا وبقية المدربين عي أساس بتختاروا بقية المدربين أول شي منسأل تاني شي إذا كوتش ما بتعرفون كلهم في الكوتشية الصغار منسأل المطارح يلي بنعمل في كلينيكس منسأل حدا إذا بيعرف حدا شاطر مش دائما بتعرف لأنه إجمالا ينيد يونج كوتش محمسين ونحنا بالدمان يعني منشوف إيام بيكون كوتش بغير محل منعرف إنو بدو يفل من مبسوط نحن نحن أحكي القصص نعتبر إنو نحن هذه تابعنا بالأتكس تابع الأكاديميز نعتبر إنو نلقى التليفون للاعيب بالفئات العمرية نلقى التليفون للاعيب جارب جيبه لعندك لا مش موجودة ممنع ملع وضد لأنو منعتبرها صغار ومنع حلوة وبين الأكاديميز منع حلوة أبدا هيدا شي ما بنعملو بالنسبة برأيك الكل عم بيعملو هي لا لا أبدا ويريسباك دم دو يعني أنا هيدا لقلي بتخليني حط أفرت أكتر إنو أنا أشتغل صح نحن الأكاديمي أكيد في غيرنا بس إنو كمان بقول على نانو سرتقيلة مئة مرة اتأني دي اتأني تايم حيالا لعيب بدو يفل نعطيه ضغر الاستغناء ما من مضي لعيب إلا ما يكون فيه بطولة رسمية لازم نمضي لأنه كمان نعتبر إنو بدنا لعيب يبقى معنا لأنه هو حابب يبقى معنا نووي نجبر أو نحط ضغط على لعيب إنو يبقى معنا بورقة ريليس أو بحيالا شي تاني ما من نعمل أس أس فور الكوتشز نعتبر لا إنو الكوتش هو إنسان راشد عمره أكيد فوق 18 سنة ببقى 30 سنة وهيك سو نحنا إذا حدا وير إنترستد إنو يكون معنا وي كن دو ذا أبروتش منقول إنو نحنا لقاتنا التليفون دأينا لهاي دا الكوتش سألني مبسوط مطرح ما انت في opportunity إنو نشتغل مع بعض فياس وهي دا بالبارت يلي الكوتش رح نحكي باسكت كتير بس بدفوت بإشيا برسول المهضومة عنك أنت شخص بينسى كتير بينسى بينسى كتير حيكي مع يارا حيقتك أو مع أخواتي أو حدا من أحد ما حيكي مع حدا من أحد تنسى كتير بس إذا ست باسكت وبالأرقام هاي دا المامري كتير قوي فيها غير قصص بدي حط أفرت تتذكرون يعني كتير قصص بنسيون بسرعة وما بنتبه صح مظبوط 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 مية بالمية وانتبه عم جرب بشتغل على الموضوع بفترات جربت كتير أشتغل على الموضوع يعني جرب اكتب بدايري تبع شو هاي دا هم بتطلع شو هالشاب الحلو هلا تطلع شو هاو شو هاو اوكي مين معي عندك عشرين سنة شو هي انت ورالف لك شو حلو انت ورالف بتعقد هاي بتذكر ايه هاي دا من يعني مش مش ذاكرون الصور نايس قد نفرجي صورتك انت ومزلت ايش مزلت لا يعني ليه بيسميوه اي رواء نيح اتليك اثليت من عنو اي من انت وصغير اي وقعت ما علي ما بأسر يعني انا عم بتطلع كنت بهيك صور لقلك مهضومة فحبيت هلأ خليني شوية خبرون انت خبرنا وقات كان عمرك شي خمس سنين واجا ايجو بيت جدك اي لعندكون وقام جدك قال لك بعطيك خمسين الفيرة اذا فيك تقعد خمس دقائية بلا ما تهز بلا ما تعمل شي قال لي مئة دولار اي وقتا عد خمس دقائية اي مية وخمس ومن هز زي قال لي خمس دقائية خمس دقائية اي صح اي مزبوط من انت وصغير كمان خبرني وقت كان تي في بيقودت القعدة وانت بيقودتك والله ثيرث قوي هلأ العالم يفكرون بس انه انت حكيني قبل انه سئلني كم شغلة بس اكيد حيكي حدا اي بس خبرني كيف كنت تنزل تحت تخت رأسك وتخلي باب القودة مفتوح كرمال انه انت مشوب لتحضر تيفي والباسكت حكينا عن فارت الوالد بي اكيد بجهله تحية كتير كبيرة يعني رول مادل اللي قالي كان اكيد ديسبلين ونحنا لنقول ايام المدرسة تسعة وربع تسعة ونص ما نكون نايمين وكان فيه متوشة الباسكت على التسعة ونص اذا اكيد تتذكر كان الاربعة تسعة ونص فيه ماتش باسكت دايما وانا يعني بدي احضر الماتش لو شو ما كان بس خلص ديسبلين ديسبلين ما في نقاش يعني فوت على القوضة بكيت ساعة ساعة ونص كل الماتش عم بكة وسهران ما فيه بكتبقى بالقوضة فكنت انه خلوولي البيب شوية مفتوح وعلى قد ما فيه اتنقوص احضر ماتش الباسكت واسمع وانزل واطلع لكن الباسكت انا يعني انه عن جد بدمي باعتبرها وباشن ما فيه اصفة يعني كل ما محل بععد عنه بلاي لحالة لوحدة رجعت الله ومن انا وصغير وبلا ما تفكر كل هيدول بلا ما تفكر بس هلأ يعني وقت عملت وقت باللبناني فكت رقبتك على البيسكلات وروحت راسك وهون تقطبط صح وكل شوية تقلهم ما بنشي ما بنشي ما بنشي ايه ايه بلك انا وصغير ورش وكان وقتا بسكلاتي ما فيها فريمات وبيتنا بمحل نزلي نزلي في سكنة جاش كان تحت ايه فنزلت اول مرة بلا فريمات والله قدرت اعملها تاني مرة نزلت خسرت البالنس كانت جيد تحت بالوادي يعني في حدا عسكري او شي لقطني وقعت على الزفتات كانت ورش وكنت ايه ايه اما كانت تفق معك من زمين هيك لتحميك شوي من بيك بمطارح ايه بمطارح يعني مثلا كان عمرك عشرة ايه شويك هم تضحك لا ودي خبره رودريك عقل بعمر عشرة او 12 سني كان عطي موعد لبنت اكبر شوي مش عشرة بلا بلا لا ولا اكبر ايه وبيك لا رح ذكرك فيها هاي وبيك ما فيك تظهر وقتا امت انت وخيك حطيتم خديات عملت خديات محلي عملت حالة نايم وصحبت مش عال عشرة خبرني عن هيا لسه كيف بيا كفيت لقلب خديت انت حيكي مع امي مش حيكي معي من الصبحية وقاعد معها فترة طويلة كنت لا عال 16 يمكن 16 سنة بدي وأهلي ظهرين ومنح معهم وخلص نحن عساب أنا بالبيت مع إخوتي وأنا خلص ركبة الظهرة فحطيت المخديات زبط الضخط رالف أكيد متفق أنا ويا وسكرنا البيب إنه نحنا نايمين ومسكت حالي وفلات رجعوا أهلي قبلي من العشا واللي عندهم إياه وأنا رجعت الكل نايم نمت قمت تاني نهار الصباح شو إجت أمي لعندي شو يا رودريق وكذا رأي أمي وصلت فاتت هي على الأوضة شفتني مني سكرت وراحت وقالت لأبي خلص نايمين وروح بيعرف أبي قطعت رجع رجع رجعنا خبرنا بعد فترة يعني بعرف طب تعرف شو بأول نظر غير الجزر يعني إيه إلي إنت شو قطلو لأبيك بعمرة 80 جزر ما بعرف إنك كن قاعد بالصف قدام واحدة لابسة قصير مظبوط هيدة ما بذكره أنا عم ذكر كيه ممكن وأجيت قطلو لأبيك تعرف شو لبقى أول نظر إليك بيك جزر فضايح هنا صغير كنت صغير ولأ نسيها هيدة بس إيه ممكن أكيد ممكن خبرني وقد كنت أنت ويارا بكرواتيا وقتها وفضي البنزين من السيارة هيدة السفرة وهني بلشت المغامرات مغامرات هيدة سفرة بخبرها دائما لأصحابي رحنا أنا ويارا معودي بس تسافر شي بلانز كل ربع ديئة بالسفرة يعني سبعة ونص ألار متمينة هيدة المشروع مثل كأنه ما بدا تقف شي فهيدة السفرة قلت لأ يارا نحجز بس تكت روح رجعة وهني كل شي بنانا عملوه انضباط يعني انبسطنا بهيدا المحل حابين نبقى زيادة منبقى زيادة فهيك كانت هيدة السفرة هلأ هونيك استأجرنا سيارة وعم نروح من محل لمحل كان عن نسطب بمنطقة وبعدين نكمل بالليل او الصبح بكير بمنطقة تانية والسيارة فيها بنزين بس مشوار طويل مشينا ورحنا كأنك عم تقول طالع مسلا سوبل بقاء عم تمرق بضهر البيضر أو ترشيش وما في ابدا ما في لمحط بنزين ما في دومرة وصرنا عم نسوق ساعتان ثلاثة وبلش يخف البنزين لو وصلنا على مطرح ما نحنا بدنا نقعد وصلنا للمنطقة قال شو محطات البنزين هونيك بيسكر الساعة خمسة ونص أو ستة بعد الظهر ما فينا نعب بنزين ماشي الحال بعد عنا ساعة تنوس على محار ثانية بدنا نمشي كتير بكير ما في كانوا فتحوا محطات البنزين مشيت ضوّت ضوّت البنزين صرت أنا صحبيت مثلا على N وتركها تمشي خي مضوّي إيدي عقل ما في ولا محطة بنزين لو وصلنا آخر شي لمحل كان عنا فاري كمان قلت يا ربي صفونا البوت اللي بتصفي السيارة يا ربي صفونا بالمحل الجالس صفونا تحت صفينا رحنا وصلنا يعني على ما بعرف كيف ممري كمان بها السفرة وصلنا محل مش حايزين قتال على العشرة بالليل عشرة ونص طلع شو القتالات كلهم اللي على بوكينج وإكسبيديا هني هن بيوت والعالم هن داي رندم صو عشرة عشرة ونص كله نايم ووصل على هيدا القتال طلعت قوضة ما في بات مسكرين ما نقدر لقد لقائنا بمرأة على الطريق عم تمشي كلبة كيف كماش الحال عم ننبش على قتال قالت نا بليز جربوا هيدا المحل ممكن المرأة تكون تكون واعية إذا لا رجعوا لان لعندي عالبي رجعنا رحنا نحنا لهني كندق ما في حدا شي تلت ساعة 25 ديئة رجعنا لعندي عالبي لنا سوري ثلاثة أربع مرات زيادة فوتر يتميح شو بيقولو كانت فيت عشي بيت بحياتك بالليل بدك انت تقل ما بتعرف حبار بس فيت عبيت بالليل عالم نيمي بتفوت عليهم بعوكر بعوكر زكرني الخبرية وقت ولد ولد عمره سنة ونص مراه بس بالليل نووي نسية كليا كيف وصلت الله كنا سهرانين أنا بس أنا كيف وصلت الله نووي مع أصحابي هايدي يعني ما بعرف رالف إذا بيعرفها خيرق خيرق مزبوط لا لا نووي فيرس واو وحش بس هاي حلوة فيرس كنا سهرانين سهرانين نحنا أنا وأصحاب الشباب سربنا على البيت لعننا كنا ساكنين حط بعض هلأ أول شي بدون نزل لألك بدون نزلنا بدون نزلني التاكسي بنزل من السيار كعمره شي 19 ما ناسي قدي عمري صراحة ما بتذكر قدي كان عمري نزلنا قدام البيت 17 يمكن لأنه كانوا هؤل أصحاب المدرسة نزلنا قدام البيت شي واحدة وانتين ما بتذكر أي ساعة منلاقي ولد بكعب النزلة عمره شي 3 سنين يعني بيقدر يمشي سنتين ثلاثة عم بيمشي لوحده على الطريق ولد سنتين عم بيمشي لوحده على الطريق ننزل كلنا ننزل لعنده عم جاري بتذكر ناسي الديتيل طبعا ناسي كيف عرفت إنه هيدا الولد هو ناسي كيف عرفت بصير شوفير تاكسي يصرخ ولد 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 برجع وقالك عن جد ناسي لتفاصيل الصغيرة بتذكر نزلنا لعنده صرتوا تفتشوا أي باب لقيت أنت بالمينس باب مشقوق وبرمنا على كانوا البناية كتير أقل من هلأ كان في أنجا كان بناية حدنا ننزل منلاقي باب مفتوح منفوت فيه منلاقي المينس وان مفتوح فتنة عن جد ناسي لتفاصيل ياريت فيه تذكره لنا منس بنس أنا فتنة على البات لقيتوا بأول قودة البناية نيمين أوكي أنت عم تذكرني أكتر هكتوا اللي خبرك بيتذكر كتير مني فتنة عمتيني قودة لعند الأهل أو شي هيك نو ما بتصدق عتينيهم الولد ورجعنا فلينا وهن منوا نوعيين ورجعت بعد شي فترة تلقات بالأم كان البي بيشتغل بالجيش ناس إذا ضابط أو شي والأم أجنبية يمكن هلأ عم بتذكر فتلقات فيها بعد جمعة جمعتان أو بعد سنة معرف قدق قلت له أنحنا العالم يلي كان مرة ابني كاك كاك نو ويش خبرية حلوة مش معقول شو حلوة حق الولد ماشي طالع من البيت هلأ قضاء جبال ضايع كتير صغيرة كتير حلوة ما فيها دكانة بعدك تطلع كتير قاله طلعات كتير قاله مع الولاد وكمان أنا يارا أهلا بيعكر فإذا كان شي نهار مثلا أحد مع نا شي أو يومان من جرب نطلع نشوف أهلا لي يارا سو خفو كتير طلعات مع أنه كتير بحب كنت طلع مع أهلك على الضيعة خبرني وقت كان عندك فحص مات نهار التانين ونسيت كتبك بالمدرسة وما بدك تقول لبي أنا سقتي بالدرس وهيدا من وراء هيدا الموضوع كنا مثل ما أنت قلت خبرت نص الخبرية عندي فحص مات التانين الجمعة طلعنا على شموت ما مع ناسي كتبي كلهم بالمدرسة كيف نسيت وليش نسيت ولي عملت هيك وراس أكوين وكل هالقصص كان عمر عشر 11 سنة فقطع ورحنا عملت فحص المات اجوا العلمات الوحيد بالصف مسكر فمن وقت سقتي بكل شي بالدرس كتير عالي يعني بعرف حالي خلص أنه أنا من عايز كتير أدرس بقيت معي للجامعة أنه أنا شو ما يجين فحص طالما أنا فهمين المادة اللي أنا فيها أنا حعرف حل أجد أجد طريق أنه حل للخبرية فهيدي قصة طيب رود بدي أحكي شوية باسكت لأنه اليوم رودريك ما أنه موجود بالحكمة كان موجود بالحكمة ممكن ما رح يكون بالحكمة حدا حكاك نحكي معي قبل ما نروح مع على قطر نعطيني قفر بعدين يمكن في اتجاء أنه يمكن يفضل يفضل يخل سبط فاضي بالفريق شوية غري لنقول الخبرية بس أنه لا هلأ لا ما عندي ما في اليوم ما في قفر بقى أنه يكون مع الحكمة سنتجة يمكن بكرة يرجع ويحكوني يمكن بعد بكرة غير الحكمة ما في شي جد في انترست بمطرح بس أنه بعد ما في شي سيريس طب معقول رود يرجع يعني يلعب مع حدا حابب يلعب صراحة حابب تلعب يس حابب يلعب بعد سنة أنا هيدا السنة سنت الماضي ما قدرت أعمل أف سيزن مضبوطة و واعتب أنه ما أمبسط بهيدا السنة بال أنا لم أحب لوم حدا أبدا آخر نهار علاقتي مع كوتش جاد الحج كتير منيحة لآخر ثانية بالموسم وحيال لكوتش بحيال لمحل بده يربح ممكن أيام هو يفكر بطريقة يمكن أنا ما وافق علي بس آخر نهار أنا لعيب لآخر لحظة بالفريق وأعمر حيال رول ممكن أعمله تساعد أنت بتعتبر أنك نظلمت بمحل معين ما أخد دورك بشكل كيفي لك ممكن بمطارح أكيد أنا بيني وبين حال أنه في كنت ألعب أكتر أكيد بس برجع بإلك الظلم إذا حدا أنه عنده نية عاطلة بيظلم حدا أو شي هيك ما في مف هيدا مش موجودة والفريق كان كتير عاجع على الوضع والطريقة اللي منلعب فيها بالحكمة ممكن ما كتير بتتناسب مع ستيل لعبة أنا يعني كان الفريق أكتر رايح بطريقة على أوفنس أورجنايز سريعين كتير هاي تمبو ممكن أنه أنا بنظر الكوتش مش كتير بنسبة لإلي أنا مع أنه مسلا بيوصل بإخر فترة رجعت لعبة سيكس سيفن منتس موسيقى وانبسط فيهم وجربت أعطي المكسيموم والشي اللي عملته وياللي قلته للأسيسسين كوتش بفترة في فترة ما كنت عم بلعب فيها أبدا يعني ممكن ولا ثانية صح ولا ثانية على الملعب كنت عم بتمرن كتير يعني التمرين كانت لقلي كأني أنا بالأف سيزن تحمية الماتش كأني بالأف سيزن فكان عم بيحكي معي عم بيسألني وهيك قلت له أنه أنا عم بعمل هكي لسببان أول سبب أنه ينفر نو أي متى الكوتش ممكن يعوزك صح 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 عوزني I want to be physically ready أني ألعب هيدا أول سبب وتاني سبب هو منتلي أنه أنا بدي حس حالي بعدني رادي وقدر فوت إلعب يعني سيئتي بحالي ما تقشط لأني مني عم بلعب أبدا عملت هيدول الشغلتان وأنا عم بتمرن I want to be physically and mentally ready So in case if it's all I want to be physically and mentally ready I can't be physically and mentally ready ومنح أنه هيدا صار حتى لو خمس دقائق ست دقائق I appreciated them I enjoyed the minutes which I took them على الملعب وبنفس الوقت وتكون برات الملعب كمان I enjoy يعني أنا حدا بمبسط بالباسكت وإذا بره الشباب لحد بيعرف كمان I'm active يعني دايما بجرب ساعد التيميت سبعي إذا بلاقي شي بحكي مع الكوتش مع اللعيبة بطريقة ما أزعج حدا بس إنه كون بزيتف يعني طب رود خلينا أحكي على الموسم الماضي زمن غلطان كان فيه يمكن ثمان ألقاب راحوا خمسة رياضة ثلاثة بيروت عم بحكي هون وبره صح شو كان ناقص الحكمة ليربح لقاب شو كان ناقص الحكمة أجانب ممتزين أجانب كوتشنج ستاف بعقد منتخب لبنان لعيبة لبنانية أسامة كتير كبيرة شو كان ناقص الحكمة هي الفكرة أنه بدك تتفوق على الكل تتربح أنا برأي هلأ بدبي عن جد وإخر شي بكتر سوري يعني عن جد الحز ما كان إلى جنبنا بآخر وقل عن البرفورنس ريماركبل ريماركبل يعني هيدا الجيم هو قرب لقمة عالتم بقوله يعني خلاص فاتت كأنه رجعت ظهرت بس الليج بعتقد مثلا بطولة عربية بيروت كان أحسن منا بالفنال وكان فريق جاهز أكتر وبيسحقوا ويربحونا وبالفاينل طبع بطولة لبنان الرياضي تفوقوا علينا بالإكسبرينس ما تنسى كمان يعني أنا لقلي رياضي معه وقل عرقجي اللي هو اليوم بهايدا لقلي أنا بهيدا الموسم فرق حاله عن كل اللعيبة باللبنان عم بيلعب على لفل الكل عم بيلعب ولكل مرتاح وقت يحس أنه فريقه عايز هو بتلاقيه موجود وبياخد الفريق وبيربح الفريق ومعهن فريق كتير منيح سوما قدرنا نتفوق عليهم بسريه طويلة بس لقلي أنا اذا بدأ أحكم على موسم الحكمة كان موسم كتير منيح كمان بيروت سيرجيو علي مزهر علي حيدر منه يعني من طب سيفن بلايرز بالمنتخب انه كمان من نهيني انه قطعناهم كمان بيروت لو القرار عندك مين بتخلي من أجانب الحكمة اللي كانوا الموسم الماضي أو ما بتخلي حدا لك أنا يعني ما بحب كتير مش هو حب أعطي رأيي بس أنه في كتير بيفوتوا بهذا الموضوع يعني الإدارة والكوتشينج ستاف يعني ما عندي معطيات أنا جاوبك على هذا السؤال إذا أنت عندك فريق اليوم إذا أنت عندك فريق برجع أقول لك حسب شو على الماركت يمكن تخلي اتنين من ثلاثة يمكن تخليهم ثلاثتهم إذا ما قدرت تلاقي أحسن كتير صعب تجيوب على هذا السؤال لأنه منه لوحده يعني إذا لقيت أحسن من حيال لواحد من هيدول اللعيبة أكيد تجيب الأحسن رود بدي روح على يعني مثلا كلي بعتبر هو أخذنا على الفاينل السري اللي عملها ضد بيروت فنومنل مش معقول لأنتيني أورلي عمل سري مش بالعقل يعني هو أخذنا إذا بدك على الفاينل جيبسن عمل قصص المجنونة اللي عملها بكذا محل ونيكو كان بيرفكت فت على الشورت رول على هيد فرسيطال بس بفوت بالفاولات اللي مقلل صاح بيعمل فاول ترابل بيعمل 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 كتير صعب أنه جيوبك على هيدا السؤال أنه بيفوت كتير فاكتر بس بس بيقلك شغل كتير حلو فيهم أنه الشباب تلاتتهم ندمجوا كتير منيح مع الفريق يعني كان في كمستري كتير عالية بين كل اللعيبة بالفريق ومع الأجانب طالما عم نحكي عن هالجيم تحديدا اللي صار بكتر والنهائي الحلو والأجمل كان مع الرياضي تعرف كتار بيقعدوا بيحللوا باسكتبول بالمطرح ما بيقعدوا بقولوا ليه الحكمة ما عملوا فاول آخر شي أنا طلبت من اللعبين يعملوا فاول صح شو صار هو تايم أوت الكوتش أول شي ما هو ما حيعرف مين معه الطابة من الرياضة سهو نووي في كتير عالم سألوا قالوا لجيبسن يعمل فاول على وائل ما أصلا شو عرفك أن الطابة حتكون مع وائل وأصلا بالبلان تابعة التايم أوت كان مفروض عمر يكون على وائل بس فاتوا على الملعب طلب جيبسن من عمر أنه أنا بدي أخده لوائل والكوتش قال أنه مرقه ثلاث أربع خمس ثواني وعملوا فاول سو الكوتش عطى هيد التعليم على التايم أوت من بعد أنه كل عالم شايف تب أنا إذا بحط حالي محل جيبسن ممكن تكون بحس أنه يعمل جيد وحس بمطرح أنه من عايز أنه يعمل الفاول سو كان كتير قريب عليه ما سألته صراحة ما حكينا بالموضوع لأنه أنت عم تعطي عم تعطي للشانس لوائل يسد دي كنت عم بحكي مع بارنت لاحظة ببراينرز يمكن ناسة مين حجارة بتذكر بعد الجيم سيئبة مرة كان معلم جامعة بأميركا ومن فترة طويلة كوتش كي كوتش من دوك من 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 أميركا مرة كان من ثلاث وفريق كان معه الطابة ولم عمل فاول وربح الجيم سألوه أنه بهال سيطوائش لم عمل فاول قال لهم أنه أنا بهيد السيطوائش سيناريو هو أنه الفريق اللي ضد يحط ثري ونعدل صح صح إذا أنا عملت فاول على التيم أعطيهم الممكن أنه يربحونا كيف قالوا أنه يمكن سكور أول فريثرو ومس عن فريثرو يجلبوا أوفنسي ويحطوا ثلاث ثلاث فاول هيدا 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 اي أنا عبقل لك أنه في دفرن بوينت بوينت بالباسكت فاول ويحط واحدة ويحط ثلاث خلص هيدا يعني ما بق فيك ترجع لورا بتقول لأنه خسرنا الجيم بتقول أنه أكيد ياريت عمل فاول لو حتى بره للشوضة خلص أكتر من لاعب الحكمة كان بالفاول كان خمسة فاول كان أربعة فاول يعني إذا عطل تعليم إي بعرف الكوتش عطل تعليم أنا أستغرب كيف لعب ما بيعمل هيك فاول بطولة آسيا لو الحكمة راح بدلا من الرياضة مثل ما الرياضة راح مثل أنا أكيد كان الحكمة راح يربح بطولة آسيا ممكن ما في شي أكيد بس أنه بعتقد كانت كتير عالية أنه نربح صح مظبوط يعني مع احترام وفرق كبير للرياضة بس قطر كان أعلى برأي أنا من اللي كان موجود بطولة رود رالف خليني قول وقف قبلك باسكت راح كوتش بمحل نصحته شجعته خفت من هالخطوة لك رالف من نحن و أصغر بحب تكوتش كان بالأكاديمي بفترات وبعدين هو بلش كوتش بالدرجة تانية وبالجامعة مع الأنطونية صار له أربع خمس سنين رالف صار له فترة بيعملها يعني هي كوتش وبنفس الوقت عم بيلعب ساعد الأنطونية أنه يطلعوا على الدرجة أولى هون هو كان بده ياخد القرار طبعه كانت قرار ما بحث على لأنه اللعب غير عن الكوتش بس بس نينتهم كتير حلوين إذا حدا بيحبهم فرالف حب مع اللعيب اللي كان موجود معه وكتير لعيب قالوله إذا أنت باقي نحنا بدنا نبقى معك أخذ هيدا الدسجين يلعب درجة تانية أكيد إنه ليس عمل أف سيزن ولكن يلعب وينبسط باللعب وهيدا شي كمان هو هز باشن كبيرة لأيلا وزاك كتير بحضر كتير رالف كتير بيشتغل وزاك بال التكتيك تبع الباسكت يعني دائما هز جيم بلان كتير مطارح بيزبط معه معلم من كوتشية مرقوا عليه كتير منيح ونحن دائما نتحدث مع بعض كل القصص أنت عملت كوتش البنات بيروت وربحه بطولة لبنان كانت كتير حلوة وأنا لقلي أكتر شي شهادة الكوتش بتجي من اللعيبة يعني بعتقد أنا لقلي كتير مبسط بهيد السنة وممكن الأيام ارجع كوتش رود بعد معي شي 5 سريع أفضل لعب لبناني مرق بسكتبول بلبنان مين اسم لقلي لقلي يعني فادي ووائل هلأ فادي ووائل وائل إذا بتسألني سنتين لورا بلك بس فادي اليوم كتير يعني لعب أجنبي إسماعيل أحمن ندرب لبناني ندرب لبناني أحسن مدرب لبناني مرق طف كواشن في باسعة هيدا لا ما فيك باس بك تحرجني كتير يعني كتير بدك تحرجني بساعدك أنا أجنبي أنا بجيوب عنك بول كافتر ليك أجنبي بول كافتر خلص أنا جوابت لأجنبي أنت جيوب لبناني أجنبي بول كافتر أنا تبرنت معه بس على اليوث هو بس على السينيور نيناد بوشنيتش يلي مرن ببيبلوس لبناني مين ما فيي جيوبك عن جد ما فيي جيوبك هل صحيح وين بتروح ربكا في بطولة أكيد عنده امباكت كتير كبير بس كمان تتبانز على الجروب لحوليه بس انو دافنت لباكت لتسي بس كمان سببات دو هول تيم رح تهاجر انت وعالتك عاميركا لها السنة لا باقي يارب تساعدك بكل شي تتفهمك تتفهم شغلك انو وقتنا بالباسكت وبالشغل طبعنا كتير برات البيت بالوقت اللي الولاد فيه بالبيت سو شي اندرستانز هيدا الموضوع وطبيعي بمطارح انو رودريك بدنا نشوف اكتر أو هيك هيدا هيدا شي طبيعي بس أوفر أول هي حدا كتير سببورتف لألي شي أبريشياتي ومع الولاد كمان أنا أبريشياتي هي كمان كيف مع الولاد توقعاتك للمنتخب فينا نوصل على الألعاب الأولمبي أو لا تنكون وقعية صعبة كتير لا تنكون وقعية كتير صعبة سبب يعني أجمل لحظات أجمل لحظات عشت بالباسكت شو هي أجمل لحظات عشت بالباسكت أنا وصغير أربح بطولة المدارس بطولة الفئات العمرية مع الشانفيل قواتت أهلنا منتخب لبنان لبطولة العالم هيدي كانت سوبر لألي بطولة لبنان مع بيروت الشباب كتير كانت حلوة لألي وبطولة لبنان كانت جيدة أنيبال كاس لبنان بحكة البطولة مع الرياضي بس ما كان عندك الرياضي كان دوري كتير صغير أكيد مبسطت ولكن لم أكن دوري كان 10 منطقات في مجال لذلك لا أشعر بها وكنت كثير صغير لذلك لديه مثلاً لم أتبعات ولكن أتمنى أنه في الوقت البيك وقتنا بالحكمة بفريق البيك أشعر أنه كان لازم وانت فترة كمان كانت موجود معنا كان لازم نربح بطولة بوقتها يعني لديه لأسفل بوقتها أنه لا نربح بطولة لديه لديه كل المشارات كل المشارات والفادي كل شيء إنه قدر نربح ولم أربحني هيدا شيء مثل بضل معي إنه كان لازم بوقتها نربح رود بالأبيض رميدي أسود بريسيتش أبيض بريسيتش كتير أصحاب راضي إنه هو يكون كوتش المنتخب هيدا إنه القرار عند الاتحاد عنا تجمعني فيه علاقة كتير منيحة وهو كان الكوتش معي بنيبال حلق مرحلة كتير صعبة على المنتخب لذلك لا يمكن أن يكون كوتش لست A لست A الفورميولة تبعيتها الأسامي نزامة كلها آآ يعني يعني جري ميل للأبيض إنه ممكن ينعمل شوية أدجسمنتز على الموضوع بس بس بتخلق بالنس منيحة بين بين الفرق بس في أسامي كتار تعرف بيحكو لازم يكونوا ما كانوا ما لازم يكونوا كانوا يعني يعني مني بي بوزيشن توجد عن جد ثلاث أجانب على أرض الملعب ثلاث أجانب عم تخلق كومبتشن كتير منيحة بين الفرق وبعتقد التعديل اللي صار على هيدا السنة تعديلان سوبر يعني هلأ سروا الفرق الكبيرة متل الصغيرة يعني هلأ بس يلعبوا ضد بعض بالبلايوف إنه صفار شوية سقيلة للعيب اللبناني بالفرق الكبيرة لأنه قل دوره بس المنيحة إنه إذا رجعوا تلاقوا مع فريق بيلعبوا 2-1 بيلعبوا 2-1 وكتير منيح التعديل والتعديل التاني اللي كمان كتير منيح اللي هو فيه لك حق تولس تقليل لتمرير التعديلان سوالقلي أنا هيدول التعديلان أون بوينت يعني بالنظام يلي معتمد بطولة كانت كتير حلوة بعتقد كتير ناشحة كانت سنت الماضي نديم سعيد شو لك أنا ما بحب أحكي بالعاطل عن حدا إنه حدا كتير كان رفيق لأيلي بكتير مطارح ومهضوم بس إنه ويضونات ألاين بالأتكس يلي بنشتغل فيها بسبورت يعني أنا الرأي بكتير قصص بطريقة شغل أبدا ما بتتوافق مع الطريقة يلي هني بيشتغلوا فيها سو هيدا الشي خلق كتير كونفلكس بكتير مطارح لأنه ويهاب بوث أكاديميز وقراب على بعض إنه ما بحب أحكي أبدا بمعنى يعني ليه كتير قصص كتير قصص يعني هو أعطيك لون الميكرو أسود برجع إنه ما شفت برجع لك بحترم رأيه ما بعرف شو عنده يقول بس أنا مني وعليه إنه برجع بقول لك إنه في قصص يمكن هو بيفكرون إنه أنا إنه هيدولي مزبوطين بالشغل أو إي أنا منيح أعمل هيك أو والله أنا زكي عملت هيك أنا لقلي إذا شفتوا بعض ما بسلموها بعض إليك شفتوا من شي جمعة ولقوا وسلمت عليه وحكيت معه يعني برجع قللك ما بحقد عحدا وقالله يوفقه أكيد بكل شي بيعملوا وعندهم كل شي إنه ينجحوا ويعملوا أكتر بس برجع بقللك في كتير قصص لقلي أنا بسبور مثلاً نووي نووي أعملهم أو ما بتتفق عليهم معه يمكن عشرة غيروا يقولوا إنه لأ هو موحق ويضونت ألاين يعني كوتش جوم جايز كوتش جوم جايز أبيض هو معك قال لك أسود دخلك إنه كمان رجعنا عدنا من بعد هاي دي والله ما استغربت بوقت كتير يعني صراحة رجع حكي معي وفصل وزعلوا بشي كنت وصلوا قصص ما إجع حكي معهم معي فيون وطلعوا كمان غلط ببارت ورجع صار في لقاء وحكي بالموضوع ليك فارس يقول لك شغلي والله إنه بمعنى إنه ما بكره حدا أو ما بيصير ولي بقرر مع حدا إنه يعني ما فيش إنه أنا بركز على شغلي ومبسوط باللي أنا بعمله وبنام على مخديتك اليوم بعرف إنه أكيد بغلط بمطارح وممكن أعمل غلط مع ناس وفي ناس بغلط معهم بمطارح بحس إنه ما كان لازم أعمل هاك معه بس اللي أكيد منه اللي أكيد 200 بالمية إنه ولا مرة بحياتي عندي نية عاطلة نقذ حدا حتى اللي مغلط معي ولا مرة إنه أنا بدي أزيق أو بدي ردله يا ما عندي هيد الفلوسفية عندي أنا بنسى بسرعة وبكبر عقلي ووديني أكبر من هيك هيك أنا بفكر الديني أكبر من هيك بكل المطارح أنت بتعرفها أصلا عشتها معي مرة مثلا ببيروت صار معنا إنسيدنت مع حدا أوكي عملت رياكشن من بعدها ما برد يعني ما برد بنفس الطريقة خلص بعمل رياكشن على الموضوع وخلصت هون أنا كتير مبسط خلييني إليك يا أمن الأخير وإن شاء الله هيك يكون بعد عندك سنة بالملاعب ليش رأى ما زيل أنت حبيب وحيص حالك إنه قدر تعطي إن شاء الله إن شاء الله تكون مع الفريق اللي أنت بتسهل تكون معه شكرا فارس كله تمام زعشتك بشيء بالعكس طب صراحة فجأتني كتير كتير فجأتني يعني أنا نص الخبريات اللي رداتني فيهم 30 سنة لورا مش ذكرهم شكرا لك على الشغل يعني أنت بتحط أفرت برات الحلقة وابل الحلقة عشر مرات أكتر من الحلقة هلأ البودكاست الجي مع لاعب أنت كتير بتحبه رح يكون نهار الجمعة بين عرض البودكاست مع MVP آسيا وائل وائل أنا تعطيه كرادت الزلمة إذ انسپيريشنل لأنه ليك ما تنسى وائل مرق بميجر انجريز يرجع بعضهم أقوى من قبل هايدي ما فيك ما تحترم له إياها وهلأ الطريقة اللي عم بيلعب فيها بكتير مطارح سلفلس فريقه ماشي مبسوط هو ليدرشيب كتير عالية هي إلفيتد هز جيم برافو عليه وإن شاء الله يضل هاك يعني رودريك عائل تانكيو لقلك تانكيو لقلك مرسي